السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا شباب عندنا شرح لطريقة إضافة علامة مائية الفيديوهاتك على اليوتيوب بكل سهولة نفس هذه العلامة المائية بحيث أن لما يضغط عليها المشاهد يقدر يسوي الاشتراك فلا تنسون يا شباب دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح فالطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على قناتكم في اليوتيوب وبعد كذا تضغطون على ستديو اليوتيوب فبعد كذا يا شباب من هنا تروحون على التخصيص وبعد كذا يا شباب تروحون على هذا الخيار الثاني اللي هو العلامة التجارية بعدين رح تحصلون هنا هذا الخيار العلامة المائية للفيديوهات فمن هنا تقدرون تحطون العلامة المائية أو الصورة اللي تبغونها فهنا يا شباب يقول لك الحجم الطبيعي للصورة اللي هو 150 في 150 بيكسل فلما تصممون صورة الأفضل أنكم تصممونا بهذه القياسات فبعد ما تسوون الصورة يا شباب تسوون تحميل وبعدين من هنا تختارون الصورة اللي حملتوها فأنا عندي هذه الصورة مثلا فبعد ما تختارونها تضغطون على Open رح تفتح معاكم الصورة بهذه الطريقة فتقدرون تحددون مقاس الصورة حسب اللي يناسبكم وبعد كذا تضغطون على تم وبعدين يا شباب من هنا رح تظهر عندكم ثلاث خيارات هذا الخيار الأول رح يظهر عندكم العلامة المائية في نهاية الفيديو الخيار الثاني عندكم تقدرون تحددون الوقت اللي تظهر فيه العلامة المائية مثلا بعد 10 ثواني أو بعد 5 ثواني زي كذا نفسها الطريقة أو بعد دقيقة اللي يناسبكم يعني الخيار الثالث راح تظهر عندكم العلامة المائية على كامل الفيديو فبعد ما تخلصون تضغطون على كلمة نشر وبكذا يا شباب بكل سهولة صار عندكم الآن علامة مائية على فيديوهاتكم في اليوتيوب فهذا كان الشرح اليوم لا تنسون يا شباب دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية إن شاء الله مع السلامة